شهد آخر مدراء مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة يوم السبت بأن البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملايين اليورو وفي شهادته التي أدل بها خلال محاكمة البشير بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني قال ياسر بشير إن الرئيس السابق أعطاه أكثر من عشرة ملايين يورو أي ما يعادل 11 مليون دولار نقداً في الشهور الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة وشهد أيضاً خلال الجلسة ضمن الدفاع عبد المنعم محمد المحاسب بجامعة أفريقيا العالمية وقال محمد إن مدير الجامعة ونائبه حصل على أربعة ملايين يورو نقداً من البشير أحمد إبراهيم الطاهر محامي البشير جملة ما أدلى به الشاهدان الآن حوالي 15 مليون يورو من جملة 25 أو الحقيقة 25 مليون دولار التي جاءت باليورو حوالي 22 مليون يورو إذا أضفت السبعة مليون التي أخذت من مكتب الرئيس هذا هذا مبلغ الآن فضلت المسألة بسيطة إن شاء الله بقية الشهود ستأتي وستكمل هذا المبلغ لنبين للعالم جميعاً أن هذا الرئيس قد صرف هذا المبلغ على مصارفه العامة في الدولة وأن الدولة هي التي استفادت منه إن كان في مجال الصحة أو في مجال المجال العسكري أو في المجالات الأخرى وتوقض الجلسة القادمة للمحاكمة في الرابع عشر من سبتمبر أيلول